جامعة العلوم الإسلامية العالمية كلية الفقه المالكي تقدم مشروع حاشية القول الأمين بالوسائط المدمجة السلام عليكم يا أطفال جئنا لكم بدرس جديد من سلسلة درس العخيدة للأطفال المقدمة العقدية لبطلان التسلسل انظروا معي يا أطفال إلى العالم من حولنا من جبال وأنهار واشجار وسماء وشمس وقمر ونجوم من الذي خلقها إنه الله الذي لا خالق له من الذي خلق العالم إنه الله من الذي خلق الله من المستحيل أن يوجد خالق لله من الذي خبز الخبز إنه الخباز من الذي خبز الخباز من المستحيل أن يخبز الخباز من الذي طبخ الضعاف إنه الطباخ من الذي طبخ الطباخ من المستحيل أن يطبخ الطباخ وجودك أنت متوقف على وجود أبيك ووجود أبيك متوقف على وجود جده وهكذا تستمر السلسلة إلى آدم عليه السلام ووجود آدم متوقف على وجود الله أم الله فوجوده غيبا متوقف على وجود أحد لاحظوا معي أن السلسلة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية انظروا إلى الألواح الخشبية لا يمكن أن تتحذك لوحدها إلا بتحبيكها ووقوع كل لوح على آخر هو بخلق من الله وقدرته كذلك العالم لا يمكن أن يوجد إلا بوجود خالقا له وهو الله وهذا شرح بيت رقم واحد وعشر من نظم ابن عاشر وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدة للصانع إلى اللقاء مع درس جديد من سلسلة دروس العقيدة للأطفال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته